رئيس الأركان في زيارة لأكثر جبهات البيضاء سخونة حدث أضاف بعدا جديدا للمعركة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في جبهة الملاجم والتي تتجدد فيها المواجهات ويحقق الجيش الوطني تقدما بطيئا لكنه مهم على حساب الوجود العسكري للميليشيا الانقلابية ففي الخطوط الأمامية تفقد رئيس الهيئة الأركان العامة لواء الرقم طاهر العقيل المقاتلين وعقد اجتماعا بالقيادات العسكرية في الجبهة بحضور قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح وممثل قوات التحالف في جبهة البيضاء المقدم روك الناصر العجمي الاجتماع ناقش المستجدات الميدانية في محور البيضاء واستعرض الخطط العملياتية ومستوى تنفيذها ووجه بمعالجة القضايا المطروحة من قبل القيادات الميدانية للجبهة بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة تحدية عديدة تواجه الجيش الوطني في هذه الجبهة ليس من بينها استعداد المقاتلين أو عزمهم بل النقص الذي يعانيه هؤلاء المقاتلون في الإمدادات التي تشكل المعضلة الأساسية في هذه الجبهة وفي سائر الجبهات التي يخوض فيها الجيش الوطني معركة استعادة الدولة رئيس الأركان في مقابل إشادته بالانتصارات التي حققها الجيش ضد الحثيين شدد كذلك على مضاعفة الجهود لإنقاذ اليمنيين من الوضع الكارثي الذي تعيشه اليمن جراء هذه الحرب وأكد العزم على استكمال تحرير محافظة البيضاء وفي جبهة أخرى ساخنة من محافظة البيضاء تواصلت المواجهات العنيفة بين مقاتلي المقاومة الوطنية في مدريتي ذي ناعم والزاهر وبين ميليشيا الحوثي لا معلومات بشأن نتائج هذه المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة ولكنها تشير إلى تراجع في المكاسب التي كانت تحرزها الميليشيا في هاتين المدريتين حيث يقاتل رجال المقاومة بالحد الأدنى من الإمكانيات تحتاج جبهة البيضاء إلى ما هو أكثر من زيارة القادة فالدعم وحده من ينعقد عليه الرهان وهو أمر تتحمل مسؤوليته الحكومة والقيادة العسكرية العليا حتى لا تتحول هذه الجبهة الساخنة إلى جبهة استنزاف أخرى للإمكانيات والمعنويات ترجمة نانسي قنقر